نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات نبدأ الساعة الاولى من الحر الليلة من اوكرانيا الدعوة الروسية للتفاوض عاد وكررها بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير خارجيته سيرجي لافروف الا ان تكرار الدعوة لم يغير من شروطها شيئا بل على العكس تماما فقد صعدت موسكو من لهجة تهديدها ولوح لافروف بان رفض التفاوض وفقا لشروط بوتين يعني ان وطيرة العمليات العسكرية ستتسارع حتى تنتزع روسيا بالسلاح ما اخفقت في الحصول عليه بالتفاوض فيما ردت كييف ومن خلفها الغرب برفض التهديد ورفض التفاوض بشروط موسكو وكررت كييف مطالبها وشروطها والسؤال هنا ما هي فرص الجلوس بالفعل حول طاولة مفاوضات يتشبث طرفها مسبقا بشروط لا تنازل عنها وما مغزى دعوة كييف لمفاوضات برعاية اممية وكيف تنظر الولايات المتحدة التي قوت شوكة كييف بتزويدها بمنظومة باتريوت الدفاعية الى مثل هذه المفاوضات يد تحمل ورقة مفاوضات مشروطة واخرى تلويح بحسم عسكري يفرض مطالب روسيا في اوكرانيا قد يكون هذا هو الوصف الاقرب لصيغة المفاوضات التي تريدها روسيا وتعرض على اوكرانيا والغرب الانخراط فيها وبمطالب يقول الكراملين انه لا تراجع عنها تجديد موسكو التأكيد على استعدادها للجلوس على طاولة مفاوضات لا تتضمن المساومة على اراضيها والحديث هنا لسى عن حدود روسيا المتعارف عليها وانما عن حدود تمتد داخل جارتها اوكرانيا بمناطق اعلنت روسيا عن ضمها في سبتمبر الماضي وزير الخارجية الروسي سارجي لافروف وبعد ايام قليلة من اعلان بوتين الاستعداد للتفاوض اعاد تكرار موقف بلاده الرسمي فروسيا لن تقترح اي مبادرة جديدة بشأن الاسلحة الاستراتيجية او الضمانات الامنية وما هو معروف لدى اوكرانيا والغرب في هذا الاطار هو ما سيتم التفاوض عليه وإلا فان الجيش الروسي قادر على تنفيذ هذه المطالب وفرضها على ارض الواقع الرد الاوكراني والغربي على الدعوة الروسية للتفاوض جاء بالرفض او بالاحرى جاء مشروطا بمطالب فلا دخول في مفاوضات مع الطرف الروسي لن تضمن استعادة الاراضي التي تسيطر عليها روسيا والتي تقدر بخمس مساحة اوكرانيا رغم ذلك تركت كييف الباب مواربا بعرض جديد قدمه وزير خارجيتها ديمترا قليبا كييف اقترحت ان تطلق منصة الامم المتحدة المفاوضات وترعاها استنادا الى ان الحلول الدبلوماسية هي جزء لا يتجزء من مساعي انهاء اي صراع طويل الامد واقترحت كييف فبراير المقبل موعدا لاطلق هذه المفاوضات حال توفرت الشروط لها وهي التصرحة التي نظر اليها سياسيون باعتبارها تستند على امال كبيرة تعلقها كييف على منظومة صوريخ باتريوت التي ستحصل عليها من واشنطن لتغيير المعدلة على الارض واجبار موسكو على التفاوض الحديث عن المفاوضات استدعى تحذير دول غربية من ان موسكو تراوغ بهدف استغلال فترة التفاوض لاعادة بناء وتسليح وتدريب جيشها بعد ان منيت بخسائر فادحة على مدى الاشهر الماضية ما يطرح تساؤلات حول فرص نجاح اي مفاوضات في ظل تعاند كافة الاطراف وغياب الثقة في نوايا موسكو للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا من موسكو المحلل السياسي رولاند جيموف وامينكييف معنا استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي ايفاني يواس اهلا بكما ضيفي الكريمان ابدأ هذا الحوار معك ضيفي من موسكو سيد جيموف وفي اي اطار من الممكن ان نفهم تصريحات وزير الخارجية الروسي اليوم الذي قال بانه على اوكرانيا تلبية مطالب موسكو وإلا سيفرضها الجيش والتي تأتي تحديدا بعد يوم واحد من اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيته واستعداده للتفاوض مساء الخير تحديد لكم والديكم الكريم والسادة المشاهدين طبعا كل هذه التسريحات ادل بها الظروف يوم امس في مقابلة مع وكالة طاص وجاد في الرد في الدرجة الاولى يعني الجزء منها للحد الاقل على دعوة الوزير الخارجي الاوكراني دمترو كوليبا لأقضي قمة في الامم المتاخدة في الشباط الفبراير المقبل وهذه التسريحات للوروف تدل على انه انتهى الوقت للتفاهمات الوودية وراء الكواليس والمحادثات كلا الطرفين يصراني على الحل الاسكري وهناك الشروط غير مكبولة من قبل الطرفين الطرف الاوكراني يعتقد انه على الروس الاودى وعيادة الاراضي الجديدة الى اوكرانيا وايضا سيد كوليبا قال انه هذه القمة ينبغي خضور روسيا هناك فقط بعد محاكماتها دوليا وهذا طبعا شي غير مكبول بنسبة الروس واضح ولذلك الخلول الاسكرية صاعدة الآن وحطة لاكثر من ذلك ليمكننا استبعاد نشوب صراع مباشر ولو هناك احتمالية قليلة بين حلف الناتو وبين روسيا هذا الخيار ايضا وارد للأسفة الشديد في اعتقادي سيد جموف فقط للتوضيح هل افهم من كلامك بانه من الان فصاعدا لن نستمع الى دعوات جديدة للتفاوض والحوار من قبل الجانب الروسي علما ان روسيا دعت مرارا وتكرارا للتفاوض لكن بالمقابل هي ايضا لديها شروط غير مستعدة للتنازل عنها هو حتى الآن هناك المعركة وتراشك الكلام الروسية تقول انها الجانب الاوكراني يعرف كل الشروط الروسية منذ البداية وفي الدرجة الاولى هو نزع السلاخ وخياد اوكرانيا ونزع النازية وغيرها من الشروط وايضا لا تكبل روسيا في المستقبل اي مفاوضات حول مستقبل الاراضي الجديدة التي وجريت فيها الاستفدايات وبل ايضا الوضع القرم الذي روسيا وافقت عليه لتعليقه حسب التأخدات اسطنبول والاتفاقيات التي اقدت في اسطنبول في 31 مايو كانت هناك مسودة لهذه الاتفاقيات ولكن الجانب الاوكراني بعض ذلك رفض على الرغم ان الجيش الروسي انسحب في خطوة لخسن النية من دواحي كيف ولكن كيف اختارت طريق التصعيد مزيد من التصعيد ومواصلة الحرب حتى الآن لا نرى اي فرص للسلام لاجراءة مفاوضات حتى يتخذ اشراف الامم المتحدة لان الجانب الروسي سأعود معك للحديث عن هذه النقطة تحديدا ايضا الجانب الروسي ودعوة السلام برعاية الامم المتحدة سنتحدث عنها بتفاصيل اكثر لكن دعني انتقل الى ضيفي من كييف السيد ايفانيواز اهلا بك معنا يعني كييف اكدت بانها ستقاتل حتى تنسحب روسيا من اراضيها اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف تحدث بلهجة هجومية بانه على كييف طلبية مطالب موسكو وان لا سيفرضها الجيش كيف تنظر كييف الى مثل هذه التصريحات وهل ترى بانه الوضع الحالي هو وضع تسوده السيطرة العسكرية اكثر من التوجه الى اي مفاوضات او حوار سياسي رغم انه هناك دعوات متتالية للتوجه الى الحوار وخصوصا ان كييف ايضا تحدثت عن هذا الجانب برعاية من الامم المتحدة تحياتي للضيف من موسكو وللمشاهدين في الواقع لو عدنا الى التاريخ الى بداية الحرب في فبراير والجزء الاول من مارس لرأينا ان اوكرانيا عرضت المفاوضات ولكن روسيا كانت تعتقد انها تفوز وكان هناك شعور في بعض الدوائر في موسكو بانهم اذا نجحوا في الاستلاء على كييف خلال اربعة ايام فان الامور ستتغير ولكن عندما فهمت روسيا انه ليس بامكانها الاستلاء على كييف قررت ان تغير تكتيكاتها وان تبدأ المفاوضات والحوار ولكن كل هذه المفاوضات التي سمعنا عنها منذ نهاية مارس حتى الان كلها تصريحات من روسيا بان هناك اراضي تسيطر عليها روسيا وكانت هناك رغبة لدى موسكو في عدم تغيير مواقفها بعد ذلك بدأوا في عملية الضم سيد ايفان دعنا نستغل الوقت اكثر ضيفي من موسكو قبل قليل تحدث عن الشروط الروسية الغير قابلة للتفاوض بحسب وجهة نظر موسكو لو تحدد لنا اكثر ما هي الشروط الاوكرانية وهل تنظر اوكرانيا ربما في حال دخلت في مرحلة من المراحل بالتفاوض او الحوار مع الجانب الروسي ان تقدم نوع من التنازلات ربما وهذا عادة ما يقتضيه اي نوع من الحوار او التفاوض اولا قبل عدة اشهر كان هناك تصريح بانه لا توجد مفاوضات ولن تكون هناك مفاوضات من قبل الرئيس بوتين الآن هناك اقتراح بالمفاوضات هذا التصريح لم يدلي به مسؤولين من اوكرانيا وانما بعض المسؤولين الذين قالوا على روسيا ان تغادر كل الاراضي وكان هناك حديث ايضا عن القرم واجزاء من دونبس احتلتها روسيا في 2014 الآن بصراحة الموقف في ساحة القتال قبل سبتمبر وبعد سبتمبر تغير منذ منتصف سبتمبر اوكرانيا استعادت اجزاء كبيرة من اراضيها لهذا السبب اذا كنت تسألي عن امكانية المفاوضات لا يمكن ان اتخيلها الآن طيب وضحت الفكرة بالتأكيد سيد دي جاموف اعود اليك من جديد يعني عندما تتحدث او ذكرت قبل قليل مجموعة الشروط التي تريدها روسيا وذات السؤال وجهته قبل قليل الى الضيف من كييف الا يوجد جانب من التنازلات جانب ربما من تبادل وجهات النظر قد تقدم عليها روسيا وهل تتوقع روسيا في ضوء هذه الشروط التي تتحدث عنها ان تستجيب اليها بقية الاطراف وخصوصا انها تلقى عقوبات ومقاطعة دولية من الغرب والولايات المتحدة الامريكية اولا وهو قد حدثت مثل هذه المقاطعة والعزل والحصار من قبل الدول الغرب وانا في الرأي حدث هناك بين الطرفين اقصد هنا ليس فقط اوكرانيا ولكن الطرف الغربي وروسي بين الاقطاب والقطبان على وجه الخصوص الروسي والامريكي وقع في فخ ثوق ديدس الذي اتخذتنا انه من خلال برامجكم قبل بداية هذه الحرب قبل شهرين تقريبا بالفعل حدث ذلك والان هذا الوضع لا يمكن حله الا ان طريق اما النتيجة الاسكرية كما اشار الى ذلك على فكرة الوزير الخارجي الاوكراني في مقابلاته مع السوشيتد بريس قال ان كل الحروب تنتحي اجلا ام اجلا ولكن وفقا للنتيجة المخققة في ميدان الخرب وعلى طولة المفاوضات اذن للأسف الشديد ونحن ندخل على عمل جديد ولا توجد هناك اي فرص حاليا حيث الفرص السلمية الآن ضييف جدا وشخصيا انا في رأيي لا نستطيع ان نرى شيئا الا بعد مرحلة اخرى من هذا النضال يعني الحملة الشتوية يغاول عليها الجانب الاوكراني لمزيد من الاكتصابات في الجبهة وايضا الجانب الروسي واضح بان موضوع العمليات العسكرية الجارية على الارض هي حتى الان من تحدد الى اين ستتجه الامور هل سيكون الحل بحسم عسكري ام سيكون هناك فعلا نوع من التفاوض والحوار ولكن بالنسبة لكييف سيد ايفان وباختصار هل تعول الآن اوكرانيا على الاسلحة الجديدة التي طلقتها من الولايات المتحدة تحديدا منظومة باتريوت ربما في تحقيق التغيير كبير على الارض في العمليات العسكرية الدائرة حاليا بالطبع الاسلحة الجديدة التي حصلت عليها اوكرانيا مثل الباتريوت يمكن ان تساعد في الدفاع عن فضائنا الجوي من الصواريخ الروسية لان احد المشاكل التي تعاني منها اوكرانيا هي هذه الهجمات الصاروخية ونظام الباتريوت وانظمة اخرى المضادة للطائرات والصواريخ ستدافع عن عن منشآت الطاقة الاوكرانية والآن ومع كل هذه الهجمات والمفاوضات متوقفة كان هناك مقال اليوم نعم سيد ايفان ان روسيا تريد ان تفوز او انها تريد المفاوضات ولكن في الواقع هي لا تريد المفاوضات شكرا جزيلا لكم ضيفاي من موسكو المحلل السياسي رولاند جموف من كييف استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي ايفاني واس شكرا جزيلا لكم وللحديث اكثر الآن ينضم الينا من واشنطن استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الامريكية في واشنطن وليام لورنس اهلا بك معنا يعني برأيك سيد وليام كيف تنظر واشنطن الآن للدعوات الروسية المتتالية للتفاوض والحوار وفي ذات الوقت هي تشن هجوم على الولايات المتحدة الامريكية وعلى الغرب وتوجه لها اتهامات بانها تسعى لتدمير روسيا كما جاء اليوم في كلام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة تحاول منع روسيا من تدمير أوكرانيا وتهديد الحدود الأوروبية والنظام العالمي الولايات المتحدة لن تسبق أوكرانيا في مجال التنازلات ولكن هناك كفاح وجودي عندما يتعلق الأمر بشكل أوروبا بعد هذه الحرب لهذا السبب الدول الأوروبية تنضم إلى الناتو في تصديها للعدوان الروسي وكل الحدود المحيطة بروسيا تم تعزيزها مهم أن نشير هنا إلى أن هذه الحرب لا تتعلق بالحدود فقط وإنما عملية استيلاء على أراضي وتحرير أراضي منذ فبراير 2014 وهذا الكفاح مستمر ومن الصعب أن نتصور أن أوكرانيا ستتفاوض قريبا وتسلم أراضي استولت عليها روسيا روسيا لا تسيطر على الأراضي التي قامت بضمها وعلى المدى القصير سيسود العنصر العسكري على العنصر الدبلوماسي والمفاوضة وهذا أيضا ما تحدث به ضيفاي قبل قليل بأنه في المرحلة الحالية على ما يبدو بأن التطورات العسكرية تطغى على موضوع المفاوضات والحوار ولكن ماذا عن فكرة وقف إطلاق النار بداية قبل التوجه إلى الحوار كانت هناك معلومات عن مفاوضات سرية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو فيما يخص موضوع وقف إطلاق النار لا نعلم أين وصلت هذه المفاوضات ولكنها قد تكون البداية لوقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين داخل أوكرانيا من جهة والدخول إلى مرحلة التفاوض من جانب آخر هناك اتصالات سرية ومحادثات سرية طوال الوقت خلال الحروب الباردة والحروب الساخنة هناك مثلا نقل المواد الغذائية أيضا تحرير سجناء أيضا حراك للسفن البحرية هناك محادثات مستمرة ولكن السؤال يتعلق بالمحادثات الكبيرة التي تهدف إلى إنهاء الحرب بالنسبة للهجوم على المنشآت المدنية هذه جريمة حرب ثم هناك الفضائع التي ترتكبها روسيا أيضا تدمير كل شبكات الطاقة والناس يمكن أن تموت من البرد أو من الافتقار للمواد الغذائية عندما لا تعمل الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية يمكن أن تتغير بعض الأمور من خلال المفاوضات وأمريكا تساعد الأوكرانيين في هذا كل هذا ممكن وهناك قوانين تحكم الحرب يجب على الدول اتباعها وروسيا تنتهك إلى حد كبير هذه القواعد وأوكرانيا إلى حد صغير هناك أيضا قوانين الحرب التي تفرض ما يفعله هذا الطرف أو ذاك نحن مثلا لن نهاجم أراضي روسية ولن نساعد أوكرانيا على الحصول على الأسلحة والدعم التي تمكنها من الهجوم على الأراضي الروسية إذن هذه المفاوضات تحدث شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن وليام لورنس شكرا جزيلا لك